الحكومة النهاردة قررت إلغاء كل أشكال الاحتفالات بأعياد رأس السنة بسبب أزمة كورونا وخوفاً على صحة وحياة المواطنين شددت الحكومة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم ووزيرة الصحة زي مونة لحضراتكم بتؤكد الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح الإسبوع القادم وإتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا وتحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة للقاح النهاردة رئيس الوزراء وجه وزيراء الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل تقديم الإعلاج اللازم لمصاب فيروس كورونا وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات وكذا لمن يحتاجه من المواطنين شدد رئيس الوزراء أنه لا احتفالات لا تجمعات في رأس السنة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومحمود شعراء ووزير الإدارة المحلية أيضا أكد من جانبه أن الوزارة بتستعد خلال الأيام الخمسة الأخيرة أو استعدت لعقد اجتماعات مع المحافظين لمواجهة أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية في نفس الإطلاق